اشتركوا في القناة كنا نعمل من قطر أن تؤيد وتعاضي الدول الخليج خاصة في الظروف التي يمر بها وفي تداعيات الأوضاع مع إيران وما تقوم به حقيقة إيران من جعم الإرهاب في المنطقة سواء كان ذلك عن طريق الحوذيين في اليمن أو في البحرين من خلال الجماعات الإرهابية أو في المملكة حقيقة ولكن اختارت غطر الصرف الآخر وهو الوقوف مع الإرهاب ودعم الإرهاب ودعم المنظمات الإرهابية حقيقة سواء كانت داعش أو النصرة أو كانت ما يؤجد الوضع في منطقة الخليج حقيقة وهذا الشيء مؤسف للمشاهدة ولا شك صبر دول الخليج كان كبير على تصرفات غطر وتمنينا أن تغير من سياستها لكن تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتدخلها في الشؤون العربية أدى إلى النتائج التي وضعت قطر نفسها فيها اليوم الوضع حقيقة دعم الإرهاب في مصر أو في سوريا أو في ليبيا لمصلحة منهل هذا لمصلحة التضامن العربي لمصلحة الصقف الوطني العربي بالتأكيد لا لذلك نحن عانينا حقيقة من قطر وكثير من الوساطات اليوم من 2004 منذ سحب السفراء ولم للأسف الحكومة القطرية لم تجد نوع من التضامن مع المنطقة ولم تجد وعودها التي وعدت بها بل نلاحظ حتى أدواتها الإعلامية تهاجم الإمارات والسعودية والبحرين وهذا ليس في صالح المنطقة نعم دكتور خالد رغم مشاركة قطر في القمة التاريخية الأمريكية الخليجية والخروج بتأكيد على دور الإرهاب الإيراني في المنطقة ما هو برأيك سبب إصرار قطر على الحفاظ على علاقات قوية مع إيران للأسف الشديد قطر تاخذ تعليماتها من إيران كما أعتقد والأسف هي دولة صغيرة نحن لا نرى في الصغر أو في الحجم مشكلة لو كانت مع التضامن العربي اليوم القمة السعودية الأمريكية كانت حقيقة أمم ناجحة ولا شك أن دعوة 53 غائد من القيادات العربية والإسلامية لحضور هذه القمة وتوضيح الدور الأساسي للإسلام والإسلام الوسطي ويبعاده عن التشجد الأمريكي الذي كان يراه في الإسلام أنصر ضد العمة الأمريكية فهذا الشيء مكسب لنا ومكسب للعرب وللأسف لم يروغ ذلك للقيادة القطرية وأيضا مكافحة الإرهاب كانت هذه الغمة واضحة في استتاح مركز لمكافحة الإرهاب وفي أيضا توقيع اتفاغيات ضد الإرهاب ولذلك نأت بنفسها قطر عن هذا الكانب لأنها واضحة إنها تؤيد الإرهاب وتدعمه وتكون عونا له سواء بالمال أو بالسلاح وليس خافيا أن اليوم والوضع ما يجري على الشاحة اليمنية ودعم قطر للحوزيين كنت سأتطرق إلى هذا الجانب دكتور خالد من الواضح أن التعاطف الحوثي مع قطر بعد قطع العلاقات يؤكد أن هناك علاقات جيدة تربط الدوحة بالماليشيات على الرغم من مشاركة قطر في التحالف العربي لدعم الشرعية هناك للأسف هي قطر وظفت نفسها إعلاميا للمنابر الحوزية وأيضا دعمتهم ماديا ودعمتهم بالسلاح وللأسف الشديد لقد وضحت الآن الفكرة حينما كانت تدخل قطر لحل القضايا بين الحكومة اليمنية نداك وبين الحوزيين لم تكن إلا لتوصيل الدعم حقيقة للحوزيين أيضا الأحداث التي نمر بها والأسلحة التي تصل للحوزيين كل التغارير تشير إلى دعمها للأسف للحوزيين ودعمها أيضا للجماعات الإرهابية كذلك في اليمن اليوم ما تم حقيقة ما قمت به الطائرات الأمريكية بدون طيار في مناطق كالبيضة وغيرها أثبتت المعلومات التي تم الحصول عليها بأن هناك تواصل بين الإرهابيين حقيقة في اليمن الذين يفجرون ويختالون وأيضا بين الدوحة التي هي مقر لهم لهذه التنظيمات وتحصيهم التعليمات فنحن لم نكن نأمل أن تكون قطر كذلك كنا نأمل أن تكون عاون لدول التحالف في إعادة حقيقة الشرعية لليمن وفي إعادة الوضع لليمن فكارثة أن تكون دولة من دول التحالف تساهم في نشر الفوضى وفي نشر الإرهاب حقيقة في منطقة تهمنا جدا ونرتبط بها حدودية واجغرافية نعم الدكتور خالد القاسمي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر